هذه الصورة اللي انتشرت على السوشيال ميديا وتظهر فيها فانيسا هاتجلنز بفستان بلون البربل كانت لابستاعة للفانيتي فير أوسكار افتر بارتي الفستان من تصميم فيرا وانغ ورح ناخذ اليوم رأي ميمي مباشرة بهالإطلال وإطلالات ثانية لأنها اليوم هي معنا استثنائيا بيي اورني عشان نتكلم عن إطلالات طبعا النجمات في حفل الأوسكار وأيضا بحفلة الأفتر بارتي لفانيتي فير أهلا وسهلا ميمي شكرا متحمسة اليوم أنا وانتي يعني لنا كيف نتكلم عنه رح نتكلم عن أول إطلالة اللي هي إطلالة فانيسا هاتجلنز شفناها بفستان بيربل خبرين ايش رايك بالإطلالة في نقول هو أبغريدد فرجن للسليب درس اللون رائع وكتير لبقلة وللأمتا وللمورفولوجي ففينا نقول أول ياي حبيت اللون كمان عليها كتير رائع خلينا نكمل الحين مع إطلالات ثانية وإطلالة يسرى بالتحديد اللي تعتبر من الفنانات العرب القلائل اللي كانوا موجودين في الأوسكار شفناها لابسة فستان يعني شوي ستايلو فرعوني هو خستام ميد باي زوهير مراد خبرين ايش رايك في هالإطلالة حسيتي أنه مناسبة للأوسكار ليلا لا يكون فيه على السجد الحمراء بالأوسكار طابع بيعود للوطن اللي جاي منه فحلو أنه يكون فيه عندنا هاللفة المصرية الفرعونية أنا لقيت مناسبة جدا طبعا كان بس عندي مأخر لو ما كان فيه البندنت لأنه كان قريدي فيه عندنا الفستان فيه وغيرت لو على الخصر ما كان فيها الأدة تفاصيل بس إجمالا فستان مثل ما هو لأول مرة على السجد الحمراء بالأوسكار من إلا ياي يعني إحنا داخلين بقوة اليوم اثنين ياي بقوة الحفل ليش عابلنا طيب خلينا نرجع نكمل مع إطلالة ثانية هي إطلالة زميلة ريا أبي راشد اللي اختارت للحفل فستان باللون الأحمر الفستان من تصميم نجا سعادة كيف تشوفي الإطلالة ككل شيء؟ كتير حلو أنه نرسم خسرة لريا بس أنا ما حبيت الأصة بالجزء العلوي كنت اخترت أصة تاني وأنا ما كتير من محبيدي الأحمر على الأحمر بس ريا عزيزة على قلبنا راح نمرق لهيك يا نعمي طيب يلا الآن نكمل مع ألوان يمكن أهدى شوي نكمل مع ساندراء اللي شفناها بإطلالة كانت دراماتيك ولكن اللون الفستان اللي شفناه كان دستي بينك طبعا قدمها الإطلالة دراماتيك يعني شفنا بافي تول شولدرز شفنا في بوع الخصر طبعا هذا الإطلالة من تصميم إليه صعب الفستان بحد ذاته رائع بس الفستان عليها مش ظابط لأنه هي بتيت وبعتبر هالأكباب الأوفرسايز مع الربطة على الخصر يعني اعتبرت الفستان أكلها كان فيه فستان صندراءه مخبية بقلبه طب ممكن تشوف هذا الفستان على مين أحده أطول طيب خلينا نكمل الحين عن قنانتي أنا المفضلة كثير أحبها وحسنها جميلة أردي أنا عطيتها ياي بس رح أسألك الحين على الإطلالات شالي ستيرون شالي ستيرون يعني مرأة جميلة ودائما إطلالاتها كل واحدة أحلى من الثانية شفناها بفستان أسود من ديور طبعا شفناها أيضا لابسة مع مجوهرات من تيفني ميكوب سيمبل بيرفل خلاص ياي خلاص أنا عطيتها الياي طيب خلينا نكمل مع اللون الأسود وكمان مع فنانتين اثنين كمان من أجمل النساء الموجودين في هوليوود عندنا فنولوبي كروز وأيضا ماركو روبي اللي شفناهم بلابسين فستان باللون الأسود الفستان من تصميم شانال ونحنا نعرف أنه فنولوبي هي الميوز لشانال اللي عجبني أنا شطراحة فيهم أنه الشيء المشترك بينهم مما باللون الأسود في شيء من المجوهرات كان موجود يعني بالفستان لبنولوبي كروز شفنا مثل سلسلة من اللؤلؤ صح وعند ماركو روبي شفنا هالشيء أي إطلالة أكثر عجبت أوكي ولا إطلالة لأنه ماركو روبي بعتبر كل شيء فيه فستين عن شانال ملأة تختار غير هالفستان هيدا كان نال وبنولوبي كروز كمانا كان يطلع كأن حقيبة يد أو كيس شانال يعني الاثنين 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 أنا توقعت أنه واحدة تأخذ لا 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 هيدا دبل نيني هيدا نيني خلص الآن احنا أهم شيء أخذنا تشارل كثيرون خلينا نتكلم عن إطلالة فلورنس بيو اللي كانت لابسة فستان يعني لونه تقريبا تركوازي يعني اعتبرت الفستان الفوليوم اللي بالفستان هالكشاكش الزايدة ما كانوا إضافة لإلى غير أنه اللون حلو فعملو ناي يعني بداينا الحين أنا بديت خاف شوي لأنا بداينا نروح كثير أنا هيك بلشت لك البداية لأنه أول مرة منعمل تاتاتات أنا وياكي فكنت متسهلة معك بالأول طيب خلاص صلينا الحين نشوف رينيزا الوقر رينيزا الوقر أنا متأكدة أن أنت ما تقدري تقولي عليها ني لأنه كثير طالعة حلوة فستانها لونه أبيض الميكب كثير حلو والفستان من تصميم أرماني صح علما أنه على السوشيال ميديا في كثير نكته كأنه حتى كعست كأنه مجبرة إيدة بالجفصين كأنه حتى يفت عليها بس هذا ما بيعني أنه الفستان رائع وإطلالتك كثير حلوة وياك طيب آخر إطلالة من حفل الأوسكار رح أسألك عنها هي يعني قبل ما نطلع على إطلالات الافتر بارتي رح نتكلم عن جنال موني اللي كانت لبسه فستان بالحفل كثير الناس تكلموا عنه يعني شوي بيلمع نفسك اليوم الناس تكلمت عنه ليش؟ لأنه الفستان تقريبا هو من تصميم رال فنروسو وأيضاً فستان قالوا أنه كان مطرز بمية وثمانة وستين ألف حبات سواروفسكي وأخذ أكثر من ستمائة ألف ساعة يعني ستمائة ساعة ستمائة ساعة هل بتشوفي أنه هذا الفستان أول شيء مناسب لهالإفنت هل عجبك؟ هل في شيء ممكن تغيريه فيه؟ عادةً هي دائماً بكل إطلالاتها بتطلع لبسة أسود وأبيض أغلبية إطلالاتها وبدأ الأطقب فأمشان هيك هالمرة اللي أمطلعت أنه جاعة تأكدت أنه هاي هي وسعت الصورة لأيتها تأكد أنه هي لي لأ على هالريد كاربت يلي كل الأنظار عليها لي لأ أنه تلبس شيء مختلف واتفجئنا بشيء مختلف أنا بعتبر إطلالة ملفتة للنظر وبقال لها ما كنت رح تغيري ولا شيء بالإطلالة؟ حتى حبيت ظهرك في مفتوح من وراء أنا حسنتي ممكن لو الأكمام أخف وهي بشخصيتها تقدر تحمل هالشيء أوكي طيب خلينا نتكلم عن رح نكمل على مش بس كانت في حفلة الأوسكار كمان شفنا إطلالات للنجوم مختلفة بالأفتر بارتي أول إطلالة من الفانيتي فير أفتر بارتي طبعا لا كم كرداشيان اللي اختارت إنها تلبس فينتج أويستر درس هالدرس هو من تصميم أليكزاندر مكوين بيرجع طبعا لمجموعة صيف وخريف 2003 الناس يمكن ما بيعرفوا الشغلة بس يعني هذا يعني الفستان من اثنين من الفساتين اللي موجودين واحد منهم لبستها كم كرداشيان أما الثاني فهو موجود في الميتروبوليتن ميزيوم أوف ارت صح فأكيد له قيمة كبيرة يعني صح خبرينينا شو رأيك بهالإطلالة لك إطلالة كتير حلوة صراحة يعني أنا ما دايما بحب وبحب إطلالاتها لكم كرداشيان بس معتبر هالإطلالة بالذات كتير حلوة واحد اثنين إذا بتلاحظتي عدد من المشاهير عم بيعيدوا ملابس لبسوه قبل بمرة أو عم يختاروا ملابس فينتج لحتى يشجعوا الناس يخففوا من الشراء ويزيدوا التلوث بالإيكونومي يلي ريليتد للفاشن ففينا إلا هذا الموضوع اللي انتي قاعدت تتكلم فيه اللي هو موضوع الريسايكلين مثل ما قلتي الناس كثير رايحة تتوجه لهذا الموضوع وشفنا أنه كثير من الفنانين والفنانات أو الفنانات بالتحديد عم بيعيدوا لبس الفساتين القديمة ومنهم شفنا جين فوندا اللي شفاها لبسة فستان القديم كان من تصميم لي صعب هي لبسته في الـ 2014 وفي أيضا إليزابيث بانكس كمان كانت لبسة هم الـ 22 فستان أحمر وهي رجعت لبسة فستان لبسته بالـ 2004 أنتي قاعد عبرت عن الموفمينت صحيح وما هي هدا فكرة الساستينبوليتي عم بيجربوا يسوقوها أنه الـ Red Carpet تصير Green Carpet والملفت أنه شو حلو أنه هالنساء مع كل فرق الوقت بعدهم مبينين هالقدة حلوين بالفستين يلي لبسوها من كذا سنة صح صح هذا أتوقع شيء كثير حلو وبيششجع يعني الشابات حتى أنهم يكونوا على يعني يدخلوا بهال الموفمينت على العموم رح نتكلم أيضا عن أدريانا ليما اللي هي يعني إطلالتها كانت بيفستان ساتن من تصميم رالف أروسو خبريني ايش رأيك بالإطلالة آي 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 شو حلو يعني من الإطلالات الرائعة جدا وحتى حسيتها قريبة شوي من جوهانسن سكارلت جوهانسن لأنه أنا كنت من أفضل إطلالات لأيلي على الريد كاربت بهال أوسكارز وهالإطلالي بنفس المود فطبعا ياي شي رو على النظر طيب نحنا طبعا لو رح نقعد على الإطلالات اللي هي الأوسكارز والأفتر بورتي ما رح نخلص بس يعني فيه فيه إطلالة رح نتكلم عنها بالأفتر بورتي اللي سوتها بيونسي وجايزي هي إطلالة وحيدة رح نتكلم عنها معنه كثير كان في إطلالات الإطلال رح نتكلم عنها هي إطلالة أدال طبعا أدال شفناها بلابورت دراس وهالمره شفنا الفرق الكبير اللي صار من بعد ما خسرت وزنها معنها هي ما كثير لازلت صور واضحة بس إيش رائعك ثلاثين كيلو واو ثلاثين كيلو شخصاني يعني أنا عم بتطلع الصور أنه معرفته مين هاي فسألت باسكال طلع أنه صورة مين عم تبعتيلي فرجان عم كبرنا طلعت أنه هاي أدال ثلاثين كيلو طبعا يعني ما فيني أقول غير أنه ياي قدي طلع هي حلوة خسرة هالقاد وحتى فستانة لبقلة ياي على الوزن ولا على الفستانة هاي ياي على الاثنين اليوم في كمين ياي ياي طيب نحنا كثير انبسطنا ميمي بوجودك معنا أنا بالتحديد لأنه اليوم أنا وأنت كثير تحورنا على كثير فساتين طبعا باقي كثير أشياء وانت ياي تانكيو تحبين لبسني ميمي طيب على العموم نحنا حبين نشكرك لوجودك معنا ورح نرجع نشكرا قريبا بي أورني